هذا وكرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الفائزين في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات ففي فئة المشروعات كبيرة الحجم تم تكريم ثلاثة مشروعات أبرزها مشروع الزراعة المناخية الذكية وفي فئة المشروعات المتوسطة تم تكريم ثلاثة مشروعات أبرزها مشروع استخدام تقنية طبيعية مبتقرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد أما في فئة المشروعات المحلية الصغيرة فقد تم تكريم عدد من المشروعات من بينها مشروع منازل ريفية خضراء بمحافظة الوادي الجديد